بذكر بقى بنراحة على بعض احنا عادينا نقطع في بعض بقالنا كام يوم لاننا بنتكلم عن مواهب وتحديدا في ملف الرياضة مواهب بنخسرها مواهب رياضية بنخسرها ايه اما مواهب ما اكتشفناهاش لكن في قصة يعني من مبارح اعتقد تستحق كتير من التأمل والكلام حارس المرمى المصري ماروان صلاح اللي بينضم رسميا لبايرن ميونيخ وبيبقى من افضل ثلاث حراس مرمى في تحت سنة 18 سنة تم اختيار بقى ماروان من بين 2500 موهبة الجميل بقى ان ماروان كان من ناشئي النادي الاهلي سنة 2004 مشي من النادي الاهلي بسبب كثرة الحراس خد بالك كده يعني هم مشهول انه زياد مش عايزينه يعني حاول التواصل مع اتحاد الكرة عشان يعني يلاقي بديل لكن لم يتم الاستجابة لي لما سمع عنه عن اختبارات نادي بايرن ميونيخ بعت مجموعة من الفيديوهات النادي تجاوب معاه راح الاختبارات اختبارات فوصة 2500 واحد النهاردة ماروان صلاح من ضمن افضل ثلاث حراس مرمى في العالم تحت 18 سنة ونضم بشكل رسمي لنادي بايرن ميونيخ بصوا هو الوقت مش هيوسعفنا ان من الثلاث سطور دول نقول نتكلم مع بعض كده في عشر دروس مستفادة الحقيقة ان هي ملهاش حل غير كده انت مش هتعرف ما تفلسفش القصة القصيرة الحزينة دي هي حزينة لنا وسعيدة طبعا جدا 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 لماروان صلاح اللي بنبريكله ونفرح بيه ونفتخر بيه ونقول يا رب عندنا عشرة زي محمد صلاح اللي كلنا بنحبه ونفتخر بيه عندنا ماروان صلاح دلوقتي ربنا يوفقه ويوصل هو كمان الى ما يريد وما يستحق وهنا بقى العشرة 15 موضوع اللي ينفع نقول انه في 3 سطور في خبر يعني قوامه 3 سطور تقدر تقول ان عندك 10 رؤوس مواضيع لازم تنتبه لها اولها انه منظومة الاختيارات انه فكرة محدودية الاختيارات طول الوقت وازاي بنختار الناس واحنا عارفين ازاي بنختار الناس وتحديدا في المجال الكورونا الحاجة التالتة فكرة انه تعالوا نتعلم من العالم ده ازاي بيلتقط المواهب وفكرة العدالة وتكافؤ الفرص انه ابعت مقاطع فيديو لنادي في بلد تانية فيرد علي ويبعث لي اختبارات تعارفين انت لو بعت ايميل مش هقولك مسؤول كبير يعني لموظف مهم في شركة انه يرد على الايميل دي في حد ذاتها انجاز عندنا في موظف مدناش اصلا تقافت انك ترد على حد في الايميل ففكرة قد ايه بنفقد كتير من الناس المحترمة العظيمة المهمة صاحبة الافكار والانجاز بسبب انه عندناش اصلا قالية للتواصل مع الناس والمواهب فنهيك عن اننا نكتشفها ادي الفرصة للي يستحقه معروفة لكن لا ممكن تكون عندنا فيها مشاكل كتير مروان صلاح كمان ينفع يقولك انه يا عم الحياة مش بتقف يعني لو انت ترفضت من اهم نادي في مصر لكن الابواب دايما مفتوحة في مكان اخر فحول سكتك وروح دور في مكان تاني الحكاية مش طول الوقت حزينة جدا انك تفضل تعيب على المؤسسات اللي فقدت الكفاءات الكفاءات مش هتوقف كتير يعني هتخبط عندك على بابك شوية وبعدين هتشوف باب تاني غيرك يعني الحياة ستستمر بيك او من غيرك في الاخر هنفتخر بكل ناجح وكل شاطر وكل حد بينجح في مجاله وفي الاخر هنبص بكتير من عدم التقدير او عدم الاحترام لأي حد كان سبب في انه يبقى عقبة في وش موهبة مروان صلاح مبروك عليه وعشرين الف درس ان شاء الله نتعلمهم بنجاحه اللي هو يعني نجحة فيه الوصول اليه بنفسه اشتركوا في القناة